سينما من أجل الإنسانية أفلام وفعليات وريد كاربت عالمية مهرجان الجونة بيفتح أبوابه من جديد بالنسخة السادسة مهرجان الجونة راجع من تاني بشكل قوي في الدورة السادسة لكن المرة دي المهرجان طالع بشكل مختلف استغل فيه القائمين عليه فترة التأجيل عشان يطوروا ويحسنوا من فعليات المهرجان المهرجان اللي قدر خلال السنين اللي فاتت يثبت نفسه ضمن أهم وأكبر المهرجانات في مصر والوطن العربي والي بمجرد افتتاحه الأنظار بتتوجه ليه وده مش بس عشان الريد كاربت اللي بيقف عليها أهم الفنانين في الوطن العربي كمان لأنه مهرجان رائد وهدفه الأساسي عرض أفلام متنوع من الشرق الأوسط اللي جمهور الشغوف بسينما والمتحمس لها وخلق تواصل ما بين الثقافات من خلال الفن السابع بالإضافة لربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بغيرهم الدوليين تشجيعا على التبادل الثقافي وبجانب كل ده المهرجان بيلتزم باكتشاف مواهب سينماية جديدة وده علشان يطور الصناعة في العالم العربي من خلال منصة الجونة سينماية اللي بتيح ليهم الفرص للتعلم والمشاركة وزي ما قالت النجمة يوسر عضو المجلس الاستشاري الدولي لمهرجان الجونة إن السنة اللي فاتت لما وقفوا استغلوا ده وعملوا أعادة تقييم لحاجات كتير واكتشفوا إنهم لازم يعملوا بعض التغييرات أولها الفيلم القصير اللي هيفتتحوا بي المهرجان وهو فيلم 60 جنيه لعمر سلامة عن قصة حقيقية واللي بطلها مغني راب زياد زازا لسببين إنه المستهدف من المهرجان سينما بجانب إنه فيلم الافتتاح عاوزينه يكون قصير لأن اليوم الأول بيكون صعب ومرهق ده غير إعادة عمرة منسي المدير التنفيذي المهرجان مرة تانية لأنه بيتمتع بخبرات وجود ماريان خوري لأنها تأسست على إيد المخرج العظيم يوسف شهين بجانب عشقها للسينما وأسمها المعروف في جميع أنحاء العالم وقالت يوسرا قرار تأجيل مهرجان الجونة سينمائي كان سليم لقاعدة تقييم الوضع بشكل عام ومرات بنحتاج نقف من أجل الراحة وتقييم الأمور وشعار الجونة هيفضل سينما من أجل الإنسانية خاصة في ظل الكوارث الطبعية اللي بيمر بيها العالم وبنحاول نهتم بنوعية الأفلام اللي بتسلط الضوء على القضية دي وخلال الدورة السادسة اللي هتقام فيها الفترة ما بين 13 و20 أكتوبر هيتم إطلاق مبادرة سوء الجونة السينمائية لأول مرة وهي مبادرة بتستهدف خلق بيء التواصل وبناء العلاقات ما بين صناع الأفلام والموزعين وكلاء المبيعات والمستثمرين وغيرهم من الكائنات الرئيسية هيشارك في المهرجان السيني دي اتنشر فيلم وسائقي طويل منهم فيلمين في عرضهم العالمي الأول وهم زينات والجزائر والسعادة وفيلم من عبدول إلى ليلة كمان هيشارك 14 فيلم في مسابقة الأفلام الرواية الطويلة اللي بتتولى رئاسة لجنة التحكيم فيها المخرجة البوسينية ياسميلا جابانيتش كمان المهرجان هيعرض آخر فيلم للمخرج مارتن سكورسيزي وهو فيلم Killers of the Flower Moon واللي صدر في 2023 من بطولة النجم الأمريكي ليوناردو ديكابريا ومن الحاجات المهمة اللي أعلن عنها مدير المهرجان انتشال التميمي انها يتم الاحتفاء بسينما السودانية طبعا في ظل المأساة اللي بيعيشها السودان وزي ما تم الاحتفاء بفيلم ستموت في العشرين النسخة دي هيتم عرض فيلم وداعا جوليا أما المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم عمر الحمامسي قال انها يتم توفير 2500 غرفة فندقية في المهرجان واستعمالها للزوار والمشاركين والفنانين ونسبة الإشغالات بتوصل لمية في المية خلال فترة المهرجان وأكد ان الشركة مكملة في دعمها للمهرجان بمنتهى الحماس في دورته السادسة زي ما كان في الدورات السابقة ويمكن أكتر والفعاليات هتكون السنادية على أعلى مستوى من الجودة والاستمتاع